أهلاً بكم في حلقة جديدة من صالون الصحة والجمال في ظل أزمة كورونا النهاردة هنتكلم عن كورونا وأمراض الكبد سعدنا يكون معنا الأستاذ الدكتور محمد عام العفيفي أستاذ الكبد والجهاز الهضمي والأمراض المعطية بالطب الأزهر أهلاً وسهلاً بحضراتكم أهلاً بكم أستاذ المشاهدين أكتور يعني قبل ما نتكلم عن مرض أو أنواع الأمراض الكبد المختلفة والتهاب الكبدي وكيفية الوقاية وكيفية العلاج والتشخيص مع الأنواع المختلفة يعني حابين نبدأ الأول كده عن خواطر حضرتك عالم في المجال الطبي عن فيروس كورونا يعني الحقيقة كتير من الناس احتارت بين تقارير المراكز العلمية العالمية وتوصيات الأطباء فطارة نلاقي مركز بحثي عالمي أو جامعة كبرى تطلع تقرير تقول فيه أن الكورونا بينتشر يعني في المسافات البعيدة مش لازم نقرب من بعض فيه أبحاث تانية بتقول ارتداء الكمامة يعني مش بالضرورة في الأماكن المفتوحة أو مش بالضرورة أن احنا نلبسه في كل الوقت وأن الارتداء الماسك الطبي أو الجراحي على الوجه الفترة كبيرة فيه أضرار على الإنسان طارة أخرى نقول أن الكمامة القماش مفيدة وتمنع انتقال الفيروس ونلاقي أبحاث تانية بتقول أنواع الكمامات والنسب المختلفة من مرور الفيروسات والبكتيريا وأن الكمامة القماش يعني غير مفيدة كتير من الإرهاصات بالإضافة إلى أننا بنقف ونتدبر قدام هذا الفيروس ونقول أعراض المختلفة مش بتنطبق على كل الناس بنلاقي ناس كبار في السن ويتعافوا بنلاقي صغيرين وبيصابوا بنلاقي الناس بتمر عليهم بعض الأعراض البسيطة بدون ما يروحوا أي مستشفى لهم يتعافوا بحاجات بسيطة جداً بنلاقي ناس بسرعة بتتضهر حالتهم فقبل ما نبدأ في موضوع الحلقة حق يعني نظرة خاصة متعمقة من دكتور محمد عامر بخبرته في هذا المجال وخاصة في الأمراض الماضية حق تحليل حداك للموقف ده أنا هكلم أول على المسك أو الكمامة الكمامة مش القمامة في ناس بالله هسف كان يعني وأنا عايز أقول له حاكي أن في أحد المسؤولين بالإدارات المحلية كذا بالكمامة يعني شيء يؤسف لا بالله العربي بس طبعاً يعني تم اتخاذ الإدراءات التصحيحية لذلك وأنا هتكلم برضو عن المسك أو الكمامة برضو لأن في أنا شفت بعض للأسف المسؤولين الكبار لابس إنها خطأ فأنا عود برضو أتكلم على قواعد عامة من الكمامة الكمامة دي من الحاجات المهمة جداً جداً في الوقاية في وقت الحاضر معادي شفية فصاب الكمامة دي منتغة طبقات طبقة خارجية طبقة داخلية وطبقة وسط في الوضع العادي وهكذا لو الأهمية تعتها شو بقى مادة معدر صحيحة من تسعين في المية إلى خمسة في المية أقل واحد ونصف في المية كمان أغطانه كمان ده ده كمان ده في ارتداءها فقط ده في ارتداءها فقط بس الكمامة التي تنطبق عليها المواصفات الكمامة التي تنطبق عليها المواصفات المفترض هنالكلمة من ناحية الطبية إنها معمولة من نوعية معينة من الأنسجة بحيث بيعليها كام كسرة كده قدام ولها زي ما قلنا عبارة عن تلت طبقات إنت مشوفش منهم جداً طبقاتين طبق مثلاً لو في أزرق بره يبقى جوه أبيض أو أخضر وأبيض وهكذا يعني واللي في النصف إنت بتشوفهاش المفترض إنها إنت لو نفقت فيها كده وقدامناك ولعة أو حاجة ما تضطفيش عشان بس نعرف إذا تحجز وتحوش ده اختبار للكمامة هل هي مصنوعة تحت بير السلم زي ما يقولون ومصنع غير ملخصة أو بطريقة غير صحية الكمامة زي ما قلت حضرك دي بقت في الوقت الحاضر لها أهمية كبرى فبيتبقى زي ما قلنا مكونا من تلت طبقات بيبقى فيها تلت أكم كسرة كده قدام نلاحظ جميعاً إن الكسرة تبقى لتحت اتجاهها للأسفل لأسفل لأنك إن عملتها العكس فوق بيبقى جيب بيحجز الأطربة وأي حاجة في الشارع وتمثل خطورة كتير من الناس ما عرفوش معلموها دي فدي من الحاجات دي ما بنشوف ناس كتير جداً يبقى لابس نجد الكسرات فوق فبتبقى عاملة زي جيب جيب بيخش في أي حاجة أي أطربة أو أي حاجة هتخش لا تخش بتبقى مخصب لأ بتبقى الكسرة لتحت هي فيها فوق طبقة من السلك الخفيف بيشكل على الأنف والطرف الثاني تحت الزقر ومربوطة سواء كانت رباط أو أستك بتلفية احترنا برضو دكتور يعني بعض الأطباء قالوا لنا البرباط أحسن والبعض الآخر الكل سيئة الناس بتستسهل الأستك احنا كأطباء بني البس أما مش تفرف من زالنا أي حاجة المخلوط أبني بني بدل بسها بمسك بغسل إيدي كويس أو بعقمها وأبدأ أمسكها البسة من هنا ما بلمسي الطرف السطح الخارجي خالص يعني ما بل بسه بغسل إيدي والبسه وأبدأ أشكل دي بحيث يبقى على الأنف بحيث يبقى قفل الهوى كويس وتحتها الحفة السفلة تحت الزخم ومربوطة فبتبقى قفلة الوشش كويس بعض الأنواع الوجوه يعني بيتشكل من جمجمة عظمية يعني نحيفة شوية فبتدي تجويف على الجانبين هل ده بيمس الخطورة أو بيسمح للفيروس الممكن يموحي لو الكمامة مصلحة تحتبرز الممكن تبقى صغيرة شوية يبقى مش يبقى ذات قيمة ممكن تبقى كبيرة شوية بتغطي الوشش يبقى لها ستاندرد شيء معين في الغالب بتوصل لقرب يعني ايه في منتصف المسافة ما بين الفتحة الفم هنا والأسفة ده الكمامة العادية الكمامة العادية اه ده من ناحية الكمامة بين الأول بقس الإيد كويس ومسكها وفي الغالب دايما طول النهار طول ما نلمس الكمامة بمس السطحة من ايه الخارج وقلنا اللبس بالوضع اللي احنا قلنا فيه الكسرات تبقى نزلة لتحت مش لفوق ما تعملش جيد بعض الأسئلة دكتور بتقول ان خلاص بنا تخلص من الكمامة الكمامة بعد ارتداءها بقى ممسكها بصبعين انا عاوزي برضو نشوف الطرق الصح ممسكشي السطح الخارجي خالص لان ده اللي هيبقى عليه اي حاجة جيال بقى برفعها من على ودني وابدأ اطبقها وحطها في كيس بلاستيك وقف هذا الكيس ده التخلص الامن التخلص الامن من النفايات عموما وخاصة الكمامة طب الانواع المختلفة للكمامات يا بطول يعني الافضل بالنسبة للاستخدام وبالنسبة للكمامة العادية اللي احنا بنستخدمها بعض الناس بيشرحوا على مواقع التواصل اننا ممكن ننشرها في الشمس فقط فهتتخلص من الفيروس ممكن نخسلها يعني حاجة برضو ترد على النصايح دين قدين الكبام الطبية التترمي طيب حتقول الأقمشة حتقص في ماء وصابون حتمسكها ونفس الكلام ونحط في ماء وصابون يبقى عندك اقترباً واحدة احنا ده تسهيلاً للناس ونازم نكون معمولة من أقمشة معينة ما تبقاش مجرد شكلاً معلش احنا في حاجات بنبقى فيها شكلاً ولاحنا نشوف هذا الكلام وده يعني بيأسف ان نقول هذا الكلام يتم ارتداءها مظهرياً فقط اه مظهرياً بس لا احنا لابسين لازم تكون من نوع معين من أقمشة بحيث ان هو يبقى عدد الخطوط اللي هي في الصنطي بتبقى بكمية كبيرة بحيث انها ما تطلعش هوى عدد طول بستمرار وفي الآن يعني زي مجرد بربال او منخل او شيء بعض الناس بترتدي الماسك ده او الكمامة القماش او اي غطاء بالواجه كماش وبعدين بيضعوا منديل يعني داخل الا او بين الا او وبعدين بيعملوا اختبار بقى اللي هو اه اه انا شوفنا ناس بيعملوا ازاي يعني انا انا شوفت في اليوتيوب واحد فرنساوي كان يقولك زي ازاي اعمل الخمامة يعني لما جات في الاول كان فيه ازمة بمنديل ورق العادي كان يجاب الورق الكلينكس اللي هو بتاع المطبخ يجيب الورق ويطبقها ثلاث تطبقات ويبدأ يعمل لها يتنيها وبعدين يروح جايب اسك من بتاع الفلوس ويدباسه من ناحيتين وبيلبسها والحقيقة كما تيجي شوفت الورق ده ده ثلاث تطبقات او او اربعة بيبقى كويس يعني دي كل وسائل 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 انت اذا اردت ان تطع فأمر بما يستطع في الحدود برضو الشيء اللي نقدر نستقدر ما ترقومش لان برضو اصبحت لبس الكمامة مرق مادية يعني انا كنت في البرج عندي لقيت فرض الامن بيقول لي انا بجيب الكمامة كلهم بعشر جنيه ويعني هو بياخد ايه يعني في ظل السؤال ده يعني يرتدي الكمامة فترة قد ايه عشان ما تبقاش مضره وايه الاضرار اللي ممكن تعود عليه بعد ارتداء بزمن معين احنا احنا زي ما قلنا احنا بنلبس الكمامة طول ما احنا في تجمعات او في مسافات مفيش مسافات بيننا وبين الافراد هاركب موصلت عمها للبسها هدخل اه مول او هروح اشتري سور ماركت او رح اكلها للبسها لو انا الوحدي في العربية لدي انا للبسها بسقطها يعني لو الوحدي في العربية ما فيش ماني اطلاق ان انا اسقطها عشان اقدر اخد النفس من المسألة خالص هبدأ انزل من عربيتي او هخش المول او هخش سور ماركت او هدخل المسألة او اي امكان ابدأ ارتديها باللبس الصحيح بتاعها مش شكل لازم تغطي الانف بنشوف ناس تحطاها هنا لا انا بنشوف ناس بتغطي بيها الفم وشايبها الانف كبير حر يعني لا لان همفروب بناخد نفسنا من الانف يبانا ما عملش حاجة طيب بالنسبة للناس اللي زي ما ساعتك بتقول كده يعني بيستخدموها اكتر مستخدام اما يخرج في مكان مفتوح او اما يدخل في مكان مغلق بيرتديها يعني ممكن تكون في اصابة على الا انا قلت اما بيجي يمسكها ما يمسكاش من السطح الخارجي او ينزلها ويطلحها طيب اما معرض الخروج انه هيخرج برا بيته يبقى لازم يكون لبسة على طب استمرار مش حاجة يقلحها دي خالص يقلحها ما يجي يخش البيت يقلحها ويحطها في كيس ويحطها في التخلص الامن منها هو برا ما يشلهاش بقى اللي حاجة تشير ويبسك بايده وصدق الخارجي مش صح لانك انت بتاخد عدوة هتهرش في وشك مش عارف في ايه في ايه هتقول لها هتصاب طب بالنسبة حالك لكمامة القماش ودي عايزين نركز عليها شوية لان نسبة كبيرة دلوقتي من الناس استسهلت موضوع الكمامة القماش ويعني بقت هي السائدة نظرا زي ما حاجة بتقول كده بقى للاقتصادي يعني هل فعلا لها جدوة لان الكمامة القماش على حسب ما التقاريم بتقول يعني فقط بتشيل بعض الاتريبة مهو الاخمشة بنبص على ايه على عدد الخيوط في السنتيمتر المربع فيه قماش تلقيها زي الحرير اذا لو لبسل منها تلت طبقات عايزينها عادمنا عطوش وفيه حاجات زي القطن خفيفة خالص ما سمها كبيرة مش بقى لها قيمة فاحنا على حسب الخيوط فيه القماش نفسه يبقى لازم يكون من قماش معين بهذا يعني عندي طبقاتين وطبقة في النص تقدر تحوش وشدر تعمل حاجة ما بقاش مجرد شكلا لان شكلا ده الواحد الحقيقة اذا احنا شوفنا حاجات كده جدا حتى في المطارات للأسف عندنا أيام بخير نحط البوابة اللي هي بتاع السيكوريتي وعنطنعين الطيارة البوردنج معروفة على مستوى العالم الحامل المتعديش الأكسرين قاطع تفتر الزاتي تفتر الزاتي شخصي لك متعديش الأكسرين كان مصر الزابط اني لازم تعدي نحاول نقنعه خلاص وبعدين انت بنسأل العسكري اقول لك انت منشلت الفيش هاي انت بتعدي عشان شكل عشان الكاميرا ولا عشان السيكوريتي لا ففي احنا في حاجات للأسف عندنا بعض السلوكيات الخاطئة طيب يعني ده مهم جدا لان يعني الحقيقة دور المواطن لازم لو هلبس الكمامة القماش يبقى انبقى انفخ وفي حاجة مولاة قداميني ما تنففيش في ظل عودة النشاط الاقتصادي ونشاط العمل الجزئي دور المواطن المفروض يبقى ايه الطور واحنا بنتكلم على المظهرية في الاجراءات الاحترازية انا مش عاوز من المواطن يعني حاجتين او طالت حاجات يلبس الكمامة يغسل ايه دايما باستمرار او يبقى عام مطاهر دايما باستمرار بلاش الجوانت الجوانت ده تسيبه الاطباء بس فقط لغير في شهر اللي نحن لكن للخروج برا الشارع لا يغسل ايه بس كويس او يبقى عام مطاهر بدل ما بيجيب الجوانت ايه كلفك خمسة جنيه ولا عشرة جنيه وكل شوية هتغيره لا هاد بالمبلغ ده كحول افضل لك وحسن لك ستين مرة من الجوانت يبقى نعاوزه بس يلبس المسك والتباعد المسافات بين الافراد لا دعا بقى للتقبيل ولا السامب الايدي ولا مش عاوز ايه ولا حد في اللي خالص يبقى فيه مسافات دايما احترم المسافة على المسافة متر ونص متر او متر ونص ما بيني وبين الشخص ورا بكلم لو بكوح بعطس يعني زمان كنا احنا في الارياف معلش شي كان دايما لو واحد في قمه لحد كله اصبحت دي عادة صحيحة لو هتوحها وتعتص وانتش لابست في كمه نعلمها الاطفال كمه رسالة حضرتك لبعض القليل من الناس اللي بتستخدم الكمامة الدورة فيها سائل ومواصلات او في على بواب الكمامة الدورة الكمامة الدورة اللي هو تستخدم من شخص لشخص لا ما هو دا للأسف ما هو عشان كده لو قلنا القماش يبقى القماش بالقماش اللي هو فيه كمية الخيوط في السنتيمتر المربع تبقى عالية الكسافة بحيث ما تعديش الهوى بسهولة وخبال حضر ازاي احكاد ان انا استعمل احنا خلنا فيه المحزور وده خطأ الحقيقة ازا كنا بقى رايحين بقى من ناحية الشكليات ما دا اللي انا قلته زي انظامة الباب السيكوريتي لأ هذا سلوك خاطئ مية في المية تماما الكلام كنا بنسمعه واحد قاعد يأجر الكمامة في جنيه عشان يخش المصلحة الحقنية لأ نهائي لان انا ما اقوم بناحد واحد ازا كنت بقولك انا الكمامة اللي بلبسة انا مفروض ما بلمسي السطح الخارجي في ايدي فازاي هيتناولها مسيكلها وتناولها من واحد الواحد يبا احنا بنزود العدوى ده العدوى وخطورة او انتقال امراض اخرى كمان وكل حاجة كل ما يخطر على بالك بالنسبة للاطفال يا فاند الكمامة يعني اين الاطفال شو بصير الله حرحي الاطفال لما مدونه عشر سنين واثنشر سنة في الغالب ما بننصحش لهم بالكمامات يعني في الاطفال العدوى فيهم عندهم الجهاز المناعي بتاعهم بيقدر يقاب قوي ونسبة الاصابة قولينا جدا جدا في الاطفال يعني لو خارج الطفل معاك مش بالضرورة مش بالضرورة حتى لو في عباك المزدحمة مثلا فيها زي المترو على سبيل المشال يعني اذا قام كان ماشي لو الوضع زحمة قوي فترة الازدحمة فقط طيب لو حبينا بقى نرجع للكبد في ظل الكورونا ونقول يعني كيف تحدث العدوى وما هو الالتهاب الكبدي وأنواعه الالتهاب الكبدي فيه منه أنواع حدة وفيه أنواع منها مزمنة الأنواع الحدة بالحروف الأبجدية يعني بدرخي اكتشافها A و B و C و D و E وفيه G بعد كده خمس أنواع بتسلسله بتسلسله يعني كان الأول فيروس A اللي اكتشف في الستينيات بعد نجي اكتشف بعد كده فيروس B بعد نجينا فيه أواخر التمانينات أو فيه أواخر التمانينات اكتشفنا فيروس C اكتشفنا مع البي واحد اسمه D فيه E ده مجرد ترتيب تكويب مش نسبة لحاجة يعني يعني البدرخي اكتشف أو التسمية جات من هذا الخطير فيه منها ما هو حد ومنها ما هو مزمن كلهم فيهم الحد وفيهم المزمن يعني مثلا A فيروس A ما فيش منه التهاب مزمن وبيجي في الحد الحد ما بيسبش أسهر مزمن وما بيسبش أسهر مزمن لكن من خاف منه في الحد الحد رجل تكون حاجة اسمها فلمانت حاجة متوحيجة يعني حده زيادة عن اللازم وقد قدي إلى بعض المشاكل هل بتزهر أعراضه مباشرة؟ أعراض التهاب الحد بصفة عمك كل دي أنا شبهه لك دايماً بيبقى فيه ارتفاع في طريقة الحرارة تكسير في الجسم ده كل موظم الفيروسيات حتى الكورونا اللي بيتكلموا عنه بتللي جسم فيه تكسير في الجسم عراض رشح يهالك أو قد تيجي عراض شبه النزلات المحوية فيروس A وبعدين يبدأ يظهر بعدها مع نشر في الجسم وهمدان والحد كلها يبدأ يظهر بعدها اصفرار في العين مع تغيير لون البول ولون البرز بعد كده هل نفس الأعراض اللي بتظهر؟ الأعراض واحدة الأعراض دي الأعراض واحدة ولكن السبب متغير متغير يعني لو جال التهاب كابدي ألف حد زي التهاب B حد زي التهاب C حد الأعراض واحدة ولكن السبب مختلف زي ما قلت لحضرتك بتيجي بسخونة بهمدان في الجسم نشر في الجسم قد يكون فيها رشح قد يأتي بعد كده صفرار في العين البولول يتغير البرز بيفتح شوية وهكذا مع فقدان شهية مع بعض الأعراض اختلاف ظهور الأعراض في كورونا من شخص لآخر موارتمدة على تأثر الكبد يعني نقدر نقول لو الشخص اللي أصيب بعده كورونا فيروس كوفيد ظهرت عليه الأعراض لحد بتقولها دي معناها أن الكبد عنده تأثر في بعض أصبح أنه بنطلب في بعض الأوقات بنجد ارتفاع في إنزيمات الكبد مش في كل الحالات ما هو أنت بتجي لك الكورونا بأعراض مختلفة ممكن تيجي أعراض ما بتحسش بها خالص ده اللي هو الحامل مصدرش على إيه عارض خالص ممكن تيجي لنا بالحال الحد اللي هو السخونة ورشعة وهمدان ومش عارفوا إيه وحالتاني يجي له بالكوحة والحد كلها وحالتاني يرتفع في عشرات إنزيمات الكبد شوية وحالت يبدأ يخش بالنهجان ويخش بالتهاب رأوي مش كله بيخش في نفس النهاية نفس الأعراض ناخد اتصال من صديق البرنامج عم رجب أهلا وسهلا بيك سلام عليكم سلام باركاتي أهلا وسهلا عاياتي ليك وتعاياتي للسوق وتعاياتي جميع العاملين بصراحة بالبرنامج وقناة صحة وجمال أفندم والله تريس لما عم رجب تشكر الانتصال لك الله يبارك فيك وتعاياتي للجميع متاهدينكم أفن الله يبارك فيك ومتشكرين على متابعتك الله يبارك فيكم ياريت إن هذا أنا هخش شوية سوف انت تستحملوني بس اتفضل معاك الدكتور محمد أنا طبعا مريض حساسية أنا وأولادي كلهم بصراحة يعني يمكن أنا أكدر أقول لك سني 57 سنة من عندي 14 سنة بعانم الحساسية والعولاد عندنا حالات وابيات حصلت بالبلد في اسنا بسبب إن ما فيه جهاز أكسجين في البلد عندنا كانت أكبر مستشفى اللي هي تلغت كانت حكومة مستشفى اسنا بيجت إيه مستشفى يعني إيه بيجت عجل بيجت عجل كان فيه الصدرية في محطة اسنا برضو بيجت إيه تابع العجل في حيثنا مستشفى العنين استكبارك بغت لغير لو أي حالة مفيش أكسجين عندها خالص مفيش أي حية أكسجين خالص والله أتكلمكم بها دكتور طيب سؤال حضرتك في سؤال معين السؤال المعين أنا عندي طبعا كل البيت عندنا بالونزة ورشل وعندنا طبعا في حية اللي هي يعني استطعام الأكل فأنا لما روح بتجابت عند واحد دكتور بذب وغرم لي مبلغ وانا ضرب لي على كتة والله يتب جل ما فيش أي عراض كورونا ناعد وعلى ما تليش فيعمي أنا أعزي النفس عادي تماما وعيالي جل ما فيش أي حية فروحت المستجفى برضو نفس الحكاية دوني حقا أنا والعيالي جايوا لا مش أي عراض كورونا فيا ريس يا سيح أولا عندنا إحنا زكان وكوحة وكل واحد إحنا يعني جايز في حق فقضي في حسة الشم والتزوق أعم فعادينا نعرف هالي الحالة دي كورونا ما أسألان أو بيش كورونا الله يبالي فيه وطمينا يا سيح هو بس أنا أعجابك حاضر أعجابك شكرا يا عم راجب أنا كلها مسكين جلجالين من اللي إنت عارف جاي كل اللي بيزيقهم يخوحوا بلا كورونا كورونا وهي مسكين ناس بخارج فيا ريس إحنا عاودين نستيار تجديك كده تخضحنا بالظبط من أطمئل نتوية حاضر حاضر شكرا عم راجب على اتصالك وتابعنا من خلالك يمكن لاتي مع انتشار المرض معناش بيهمنا المسحات ولا نعمل البي سي آر ولا الكلام ده خالص نايا بنعتمد على الأعراض دس واحد زي عم راجب عنده حسية أصلا من صدر ومن زمان مش معنى إن جاله دور برد النهاردة إنه لازم يكون كورونا أحنا بنعمل بعض التحليل البسيطة الغير مكلفة قوي اللي لو ظهرت بتدي دليل لكن مش كل الناس للأسف إحنا بنعمم إحنا بنقول زي ما حاجة يقولك إيه أصلا القلم اللي في صدر هنا بيعاب القلب إذا لو جات لي واجع يمكن يكون العضلات كلم توجعني أو القضى القلب يكون زي ما نحنا طلبة في الطب بحاجة اسمها ميديكال ستودينت سندروم يعني أعراض تصدر كده على طلب الطب أنا خدت إن لسه ما عندناش خبرة بقى كبيرة قوي إن الوجع اللي بيجيلي هنا ده يبقى في القلب وفي الغلب أزمة قلبية والحد كلها فإذا لو جالي أي ألم حتى لو من العضلات خلاص عتشخص عنه عتشخص عنه لأ فإحنا دي مشكلة مش كل واحد بيكوح يبقى لازم كورونا أه في أعراض ما أنا قلت إيه الأعراض مختلفة قد تكون ما فيش أعراض خالص قد تكون شاب برد كده وخفيفة وطروح قد تكون فيها معاها نزلات شعبية قد يكون معاها التهاب رئوي لدرجة إن يبدأ الأكسجين يحس المريض بينهج هو قاعد مش قادر ياخد نفسهم إحنا نروح نشوف الناس مجرد مجرد إحنا كانت قادر معنا جهاز من إيه سبيل التشبع الأكسجين في الدم بل إيه حوالي خمسة وخمسين خمسة وخمسين تروح مساشفة خلاص الموضوع انتهى بالنسبة لي لأنا فروض ستة ودسعين سبعة ودسعين فاللي عندنا هجان ده في ظل الوضع الكورونا بناخدها بالاشتبال لكن المرضى للمزمنين اللي هو زي عما رجب عنده حسية والحد كلها ما بنقدرش نقول إن هو ده كورونا وإن كان بيقى فيه احتمال أو فيه احتمال لكن ما بناخدوش قوي باحتماله ضعيف شوي لكن بنحط هذا احتمال لخصد لو فيه سن كبير أو بيبقى فيه ده بيقى مزمن فبنقل إحنا عادي لكن بنعمل بعض التحليل في بعض أدلة في التحليل العادية إذا كانت طبيعية خلاص نطمن المريض مش لازم يكون هو كورونا يعني وقدنا أنا عاوزب الناس خلت الوقتي إحنا للأسف الدول موفرة حالية بتاعي ده دخل على التقريمي عن ربعمية المستشفى عزل الأماكن مش مكفية وأصبح الناس بتصرخ كتير يعني نحن بيشوف حاجاتها على الوسائل التواصل الاجتماعي الصراخات واللحاجات دي كلها مش كل الناس نقدر نعزلهم مش كل الناس ندخلهم المستشفى مفيش أماكن مفيش أماكن تكفي لهذا العادة المهود فإذا اللي هو حالته يراه الطبيب إنه هو ده اللازم يتحجز يعني واحدة واحدة عمريلة جاية لي مرة نيادة الوكسجين متاحة خمسة وخمسين خلاص دي تروح المستشفى الموضوع انتهت مش هيتعارك في البيت واحد لا لسه شوية تكحة ولسه في الأول بيعزي الناس اللي ينتهي وخلاص مع المتابعة مع الطبيب بتاعه مش كل الحالات أنا بشوف مشكلة الفوبيا من كورونا حالياً أي مظهر أو أي حتى صباع على طول بتروح دماغنا للكورونا أي احتقان أو التافل نحن مش كي لو بس نحن أصبحنا بالنقل نخبي ونعتبر أن دي يعني عار وندي مش حالك إيه طبعاً دا موضوع تاني وندي إيه ودي إيه وندي إيه وندي إيه وندي مشكلة كبيرة ما أنت إنا مش شفنا في بداية الكورونا حتى الأموات حربة بيت مش عزيني دخلو البلد مش عزيني سنو ده من الهلع ومن خوفة الناس لذلك أنا بحترم بعض الشخصيات العامة والقيادات وحتى الفنانين أو الإزعيين أو الإعلاميين اللي بيصابوا بيعلنوا وما بيتعافوا بيعلنوا عشان بيبقوا لا يا عيب بيدور رسالة للبقين إن ده مش حاجة صعبة دي مش عيب يعني أفترني أنا أنا معرض الإصابة أنا معرض الإصابة معرض الإصابة أنا بقاب المرضى أنا عندي في العيادة بجابين مسكات لو جالي دخل بتقسه حرارته ولو جه مش لابس مسكي بديله مسكي من عندي ودي المرافع مسكي من عندي عشان أحميه وأحمي نفسي وأحمي الموظف بتاعي وضع أصبح أصبح لنا الضرورة إنك تعملها 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 كده يعني بنلاقي نسائل برضو من جهات علمية وطبية ويمكن ده اللي نوهت عنه في بداية الحلقة إننا محترين ما بين الأجهزة والمؤسسات المختلفة اللي تصدر يعني تصريحات أو توجهات بالنسبة لأمرض كورونا يعني في بعض الجهات المهمة جدا قالت إن أي حاجة من الأعراض اللي بيشعر بها المواطن زي السخونة ارتفاع طريق درج الحرارة تكسير في الجسم فقدان خاصة نركزوا على فقدان حسد السامع زوك ولا دائب على طول كورونا هذي الجهات هي قد تكون فيها شيء محق شوية فمش عاوز ينشر لأنه عنده عمالة كثيفة مش عاوز ينشر فأقول لك لو أنت لدي عندك العراض دي أهذا النسك في البيت كنا في الأول في أول الجائحة بنقول يروح مساشفة المساشفة لا ننتك لا في مصر عندنا ولا في العالم كله فأنا كمباينز عطيخية مو بتاعها يقول لا لا تكفي فإحنا أصبح نعمل لو أنا عندي مجرد الأعراض أنا يكفي أن أقعد في البيت أو أتابع وأنا مع طبيبي في البيت هذا بيكفي جدا جدا إذا هو ظهرت بعض أعراض الأخرى اللي يتنبئ أنه محتاج أنه مستشفة هيره مساشفة لكن نحن الوقت أصبح أن كل الناس من الفوبيا والهلع اللي موجود عن الناس يأخذ مجرد كورونا يأخذ العالم يطلع على مساشفة الحميات مثلا لا يوجد أماكن الحق والناس مع الصويت والهيجان والناس والحكومة مأثرة والبلد مأثرة إمكانات أي بلد في العالم إذا كان العملية بعدد مهول بدا لا ترك ولذلك نجي في الأول يعني هم الصينيين عمروا في الأول عندما كنا نشوف في الفيديوهات في اليوتيوب وبعض حيث بيجي بواقفين بره يبنعوا الواحد مش عايز يمسك 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 الراجل والهد كلها هم ناجحوا بهذا الإسلوب إحنا للأسف إحنا أوجدنا اللي بسير بهذا الإسلوب واخدنا يلا خليها على الله وإحنا كلها إحنا للأسف يا كتور ودي من ضمن الحاجات اللي شوية بتعتبر عيوب عندنا ما عندناش الثقافة الصحية والطبية زي ما حاج بتقول كده بقى مواطن استشعر بعض المؤشرات اللي بتقول إنه ممكن فيه اشتباه لكورونا واخد بالنصيح إنه يعزي النفس وهو إسلطور إمتى وإزاي ياخد القرار إنه هو كده لا الحالة دي تحتاج إنه هو يروح للمستشفى إذا بدأ هو لوقتي يحس إنها جان مش قادر ياخد نفس يطلع على المستشفى الحرارة مرتفعة بسيطة منزلتش منزلتش مخفضة حرارة يروح للمستشفى العراض بسيطة عراض البرد البسيطة العادية خالص شوية كحة بسيط شوية عطس بسيط حتى مش حاسب يعني بالتسوق يعني إيه عصد بي إن لم يكن أنا مش قادر أاخد نفسي يبقى ده في الحالة دي هلقوله تعالى عم ساشفى طب هل الانتظار للوصول إلى هذه المرحلة مش كده يبقى يعني دخل مرحلة الخطر وكان المفروض يروح من قبلها قبل ما يحصل عنده عاصل كلام نقوله في مكون الحالة تسمح في كل الأعداد دي كلها الحالة لا تسمح اللي عندنا في مصر ولا في أي بلد في العالم أمريكا بجلد عدرا بكتش نفس الكريم فإذا أصبح تبقى فيه الحل التاني اللي هو العزل المنزلي ظهرت عرضت تنبئ بالزيادة أو طبيبك شافك وقال أنك تروح مساشفة يبدأ اللي هننضي مساشفة العام جمعة أشار إلى النقطة مهمة وقال أنا وأسرتي من سنه صغير وانا عندي المرض لا أنا أقولش ده كورونا أنا الرجل أنا عادف عنده عسية إحنا جلنا ناس كتير يعني أنا كان عندي مرضة مريضة بقول أنا من يناير وأنا عندي عسية متعبان ما داشت أقول لها دي كورونا وبعدين احنا قلنا من بعض التحاليل اللي هي قد تشير إن دي احتمال بكون كورونا مش لازم أخذ المسح عمله بسي آر أكلفه ألفات عشان خاطر أقول دي كورونا من التحاليل البسيطة خالص اللي هي المخدور المريض حيث نقدر نقول دي كورونا ما بجيش كل عيان مثلا بعمله دي دايمر ده بخلي العيان اللي عنده صدره ومش أقدر يأخذ نفس أخاف ليكون عنده جلطات أعمله التحاليل ده التحاليل الشخص العادي يعمل صورة الدم عمله الفراتين في الدم عمله سي آر بيل في الدم حاجات اللي هي في المتناول يعني لازم التصرف الحكيم في الفعوصات اللي أنا أعملها لكل ما يد مش لازم كل حاجة هي استنبخ احنا بنشوف الوقت في كثير من الإفتاء في وسائل تاخد بيتامين سيني وتاخد مش عارف ايه وتاخد وتقول علاجي بينشر وتاخد ايه وقع جوسف وأطباء صلى الله وأطباء مش عارف ايه وتاخد استنبا بيحطها أصبح كل عيان وذلك دولتي أنا أنا تذكر بنروح عشان نجيب اللي هو برس تمون ما حصل عجز خلاص بقبل حصل الناس سحبوا كل السوق فمش لازم الحاجة استنبا وذلك هو طمي كم زمان تزموه الحكيم ليه لازم حكيم في كل شيء تسو بيك يادك مع المريض في الدول اللي هكتبه للمريض في الفقاصات اللي هكتبها في المريض أنا مش هتفرق بالنسبة عن الورقة اللي هكتب عليها تحليل واحد هي اللي هكتب عليها عشرين تحليل الورقة الوحيدة اللي هكتب عليها دوة واحد هكتب عليها خمسطرش دوة فلازم تكون حكيم أو في حكم في كل تصرفاتك سويا في كتاب التخوص أو في كتاب الأدوية لأن كل ده بيكلف المريض لو قلنا دكتور إن في بعض الناس اللي بتظهر عليهم الأعراض الخفيفة وسبحان الله بتختفي لوحدها فهل ده أصبح متعافي أو متعافي وهل كده أما أصبح متعافي يعني زي ما إحنا برضو قرينا في التقارير إنه كده صعب تجيه العدوة مرة أخرى ولا ممكن تحصله انتكازها وينتقل الفيروس مرة أخرى هو دايما الفيروس في نفس الموسم مش يجيله مرة أخرى في الموسم تاني ممكن يتغير الأنتجم بتاعه الجينيديك أو الصفات الوراس بتاعته تتغير زي تتغير من الموسم إلى موسم تتحوّر في نفس الموسم مش يجيله حاجة قد يكون الله أعلم الموسم السنين اللي جاية ايه الوضع أو الوضع التغير الوراس في الفيروس أولاد في الليها بعد شعرة لكن في نفس الموسم التقليم مش هصده حاجة ابتدينا نسمع عن البلازمة وآخرها في العلاج ولازال لحد الوقت ما تمش احتمادها كعلاج فتفسير حق وهل هي فعلا أصبحت كعلاج ولا احنا دي كلها مزالت تحت الاختبارات انا باعتمل على ايه بقدل اما بيخش اي فيروس او اي عدو في الجسم التطعيم اما بقى تطعيم مثلا ذا الفيروس عبارة عن ايه ان هو بعرف المفترض ان اما بيخش اي حاجة جسمي الجهاز المناعي بيتعرف عليها في اول مرة او ويبدأ يحط لها هجوم لو بدخل مرة ثانية يبدأ يطلع الاجهزة الدفاعية بتاعته انه تمنع هذا الفيروس من الدخول اذا في بعض حاجات من الامراض انها لها تطعيم يبدأ ينحو التطعيم فاذا ده الجهاز المناعي اما باخد المريض عنده اجان الكورونا وتعافى عنده الاجسام المضادة دي فما بديها الشخص تاني قد تفين لكن الى الان لم يتم اعتماده هو ليس سمين المستجد العالم يست سبحان الله ده من الخواطر اللي كنت بقولها وساعدتك في الاول ناخد اتصال من فتحي فتحي معنا اهلا وسهلا بيك معك دكتور محمد عامل تفضل اهلا وسهلا بيك يا دكتور كل سلام والصائد والصحب 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 كنت بس حابب أسل بس عن ازاي الواحد يحافظ على الكبد من الامراض وكنت عادت بس اشوف بعد الاكلات اللي هي ممكن يعني تيز الكبد سواء كان اكلات او او عدوية الجزية الثانية بس كنت حابب بس لبس انا مريض قولون عصبي بعد ما باعث وعلى طول وبعد اللي بخش حمام بجري انت فخلات بخش الحمام على طول باستمرار والعصبية تمام على طول بتعمل لمشاكل في القوانون بالله تمام شكرا جزيلا والسترسفاتحي حقا توجه السترسفاتحي اي اسئلة لا خلاص شكرا والسترسفاتحي تابع معنا من خلال الشاشة انا اقول لحو رحكا براحة التخزياء برافل ايه كنوا واشربوا ولا تسريفوا احنا فيه حاجة ما الغزاء الصحي او الغزاء المتواصل بقى فيه نسبة من البروتينات اللي بيحتاجها الجسم تقريبا من واحد الاثنين جرام لكل كيلو جرام يعني انا مثلا وزني تمانين كيلو يبقى حوالي تمانين جرام لحمة او بروتين في اليوم او لو انا في سن او في مريض اوغاد كلها يبقى مثلا مية وعشرين جرام وهكذا الكلت كميات زيادة لن تفدني في الجسم والاسراف في اي شيء بيقلب الى الضب واربنا ما قال ايه كلوا واشربوا ولا تسرفوا هاكل نشويات كتير هيتخزن على هيئة الدهون هقعاني من اعراض التخمة والسمن وحد كلها هاكل ملح كتير هيرتفع ضغطي واصاب وحد كلها هاكل لحم كتير هيجي لي لو بيقول لك دا الملوك وقع ونقرس ومفظ حد كلها عشان كينا ربنا ليكلوا واشربوا ولا تسرفوا نهى عن الاسراف فالاكل اللي اصبح في الطلب المعروف الاكل المتوازن اللي تحتوي تعليم العناصر كلها بلا زيادة او اسراف واحد عن الاخر ويكون في خضروات ويكون في فكهة دي تقول الاكل المتوازن فيها كمية بروتين فيها كمية نشويات كمية من الدهون بالتزان او بكميات معروفة من الدهون لكي طباء اللي هو انا بحتاجها في اليوم انا افروض ما اصلا بحتاج الفين كالوري باخد من الدهون كذا كالوري باخد من البروتينات قد كده باخد من النشويات قد كده في مواد لا تخزن يعني البروتينات ما تخزنش في الجسم فاكل منها زيادة لي احنا طبعنا انحنا ناكل اللحم كتير والهبر زي بقول الحد كلها لن تفيدا في شيء خالص نا ولا تخزن اه فاحنا دايما نقول كنوا واشتربوا ولا تصرفوا كل الاكلة المتغازنة احرص دايما ان نكون فيها طبق السرطة والخضار والحد كلها احرص على الفكهة احنا بلد غنية بالخضرار والفكهة الناس دخلين على فيتامين سي اللي موجود في الانسخنة والأرص الفوارة مخلصينه بل عارف فيه زر السوداء عشان ايه ما انت عندك اللمون موجود ما البرتقال موجود ما الخضار موجود انت الليه بتتكالب وفيه الفيتامينيات وفيه وفيه الخضار العادي اللي حبناكله يوميا والفكهة اللي بناكلها عادية فيها كل اللي هنصر اللي احنا عاوزينها احنا ليه بناخد كل حاجة استنبه ولكن لو حبينا نركز اكتر يعني عشان برجل السادس فاتح ونقول يعني ايه بعض الاغذية اللي هي المفيدة للكبد بقى واتنشط الكبد وزا كان في حد المصاب الاكل الصحي المتوازن انا محتاج في البروتينات من جرام الى 2 جرام لكل كيلو جرام من الجسم يعني لو انا وزن 60 كيلو يعني 60 جرام لحمة او بيضة او لبن او زبادي او او الحد كلها زائد كمية من النشويات اللي انا بحتاج طاقة اللي انا الطاقة بتختلف من واحد الواحد واحد قاعد على المكتب طول النهار اللي الواحد بتشغل بشغل يدوي وبيع المجود ضخم كل واحد لديه طاقة معينة او بيستهلك طاقة معينة فبديله على قد دها في البروتينات في النشويات في الدهون بحط له طب اسطرطة معاه او الخضار او الفكهة معاه دي الاكلة الصحية المتوازنة مفيش عكل معين ما قول شغل الله ان احنا في حاجات خطأة في الكبد لكن بتاع الكبد ما يكلش لحوم يعطول جيل العيان بقى جلد على العض وليك اصلا ما يكلش لحوم طب انت غلطان احنا بنمنع للحوم في مرحلة معينة من امراض الكبد اللي هي في حالة في وجود الغيبوبة واول ما عم يتحسن بنسبق نسترد له جزء من اللحوم الناس بتاخد الشيء مطلق وبيطبقوه احنا مش محتاجين انا محتاج بمريد الكبد ودي اهمية العودة للطبيب واستشارته دايما انا محتاج من المريد الكبد ان ياخد الوجبة المتوازنة بتاعته عشان يطلع من الطاقة ما يهلكش نفسه ما يهلكش عضلاته تبدأ الجسم يأكل في عضلاته الجسم يبقى جلد على العض انا عايزه يأكل انا بمنع في مراحل معينة من المرض تاني بقول هذا الكلام لمريد الكبد بنمنع في مراحل معينة واول ما بيسترد حتى مريد الغيبوبة اما بقوله حاسب من اكل المروتينات اول ما يبدأ يحسن بديله نص الكمية او ربع الكمية وابدأ ازاوه تدريجيا لغاية يأكل طبيعية خلص نهائي وانا اكد مع حضرتك ان لازم يكون تحت الشرط بي منع فوريفر للابد ولا ادوية للابد ولا ادوية مطلقة ولا منع للابد ما تاخدش حاجة دايما المفترض الشخص بيجي لي كمريض بكتب له جرعة الدواء اللي بياخدها والمدة طب مريض عنده مرض مدد عنده ضغط مثلا هديولي علاجه وهتبعه مريض عنده مسلا سكر هديولي علاج وهتبعه لانه مش معنى ذلك انه هو بياخد نهاردة علاج السكر ده جايب نتيجة بعد سنة او سنتين يصر الفشل حيث ما فشل سانوه يبقى اخد الدواء وميجيبش نتيجة لابد لبعض الامراض المزلين لازم متابعات فيها هل ينطبق نفس الكلام على يعني الناس اللي عندهم زارع كبد يعني نفس الغذاء ولا ده في بقى نظام غذائي لازم هو له مريض زارع الكبد له بس في العلاج المتابعة في العلاج لكن الغذاء باكل يأكل غذاء عادي انا ممنعوش بيأكل الغذاء المتوازن بيحدده الدكتور الكيميات اللي بيأخدها من كل من انواع الاكتر لكن ده له بعض الادوية عشان الجسم ميلفص الكبد او يبدأ يحصل مشاكل من نقص هذه الادوية او زيادة بالنسبة لللي اصيب بتكوين دهون على الكبد يتعامل ازاي مع هذا الموقف اه هنيجي في مشكلة تانية هي مشكلة دهون الكبد الكبد عضو في الجسم وربنا خلقه في جميع المخلوقات تقريبا والخلق واحد نسبة من وزن الجسم عشان يدى الكبد يقضي الى وظيفه وقضي هذا الجسم بمعنى كبدة العصفور مثل كبدة البطة مثل كبدة الخروف مثل كبدة البنقادم احنا كبشر واحد وزنه طفل عنده 30 كيلو غير راجل عنده 70 كيلو غير واحد عنده 100 كيلو الكبد نسبة من وزن الجسم تقريبا في حدود 2% من الوظيفة فما بيجي انا بملة زي ما بتتترسب الدهون في جدار البط ومش عارف فين حتة وفين 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 العضاء الداخلية بتتترسب في جوه الكبد وبالتالي بيكبر ويحتوي على كمية الدهون الدهون دي لو زادت في فوقت من الاوقات عن اللازم ممكن تضر ولذلك ما بيجي لنا مريض ويقول له عنده دهون على الكبد بنعمل له وظيفة الكبد لو لقيناها عالية معناها ان بدأ في خطورة انحنا لازم المرضى يخس ولازم ندوله علاجات عشان للتهابات لانه بدأ يخش في سلسلة سلسلة متوالية للتهابات هيخش في سلافة حد كلها فمش كل مريض عنده دهون في الكبد بنخاف لكن بنعمل بنعمل له وظيفة الكبد زي ما قلنا وقت يقول لك الكبد المتضخم ما نقولنا المتضخم لانه الكبد نسب نوز من الجسم شخص عنده 60 كيلو مش زي شخص عنده 160 كيلو لعنده 60 كيلو ده هيبقى وضل كيلو وحر وكيلو وكيلو وربقه هل عنده 160 كيلو أو 150 كيلو ده هيبقى حدث من ترية كيلو طب لو كان بقى مياه بقى كله وكيلو وربقه هحصل لفش الكبد لانه الكبد ما بي يغد ما بي يغدش يعمل كافة الوظيفة على المطلعات فالكبد نسب من نزن الجسم الكبد الدهني هل نعيد دايما انه بجلنا في الصنار يقول لك كبد دهني والهيئة المصطلحة الطبية هو كبد براق بيلمع ما دهش الكبد دهني غير ما باخد اخد عينة ويطلع كمية الدهون داخل الخلية الكبدية ده هقول عليك كبد دهني لكن هنا بنقول كمصطلح الموجات الصوتية اللي بنشوفه هو براق براق يعني ايه انا وجدت ايدي شكلها كده لا تلمع لو حطيت شوية دهن او زيت بدأت بتبرق وبتلمع فده ده احنا في المصطلح في الموجات صوتية من عليه الكبد البراق او اللامع مش الدهني دهني يعني اخش بابرة اخد عينة افضيها لبتاع البسولوجي يفحصها بسببها معينة يقول ده مليانة دهون جوه الخلية اما تخش الدهون جوه الخلية ديا لو انا هتخيل ان انا في السل ده مثلا بيكفي عشرين فرد بقى او ميتين فرد يبقى العشرين الحقيليين هيتخنقوا لان جالهم ضيوف زيادة افرعا برا يحدوا من حركتهم برا يحدوا من وظيفتهم الطبيعية والحركة داخل المكان بتاعهم فنفس الكلام الدهون اما تخش جوه الخلية الكبادية قد تعوق هنكون كميات كبيرة قد تعوق وظائف الطبيعية بتاع الخلية وبالتالي يبدأ يحصل لها جنان وتلتهب ويحصل نخش في توابع التهبات كما لو كان عنده بيروس كما لو كان عنده بيروس زيها بالظبط ولكن يعني ما نخافش من نعمل تحليل احنا بنعمل تحليل لو الحكترية بننصح العيان انه بيحاول يخفض وزنه وانه يحاول يمشي رياضة ويعمل مجهود بدني بحيس يبدأ يخس ويبدأ يصرف الطاقة اللي عنده لديك حقيقة دكتور وصلنا نهاية فقرتنا الاولى من حلقة الصحة والجمال سريعا واستمتعنا بكلام حداك حوالين موضوع الكورونا وامراض الكبد شكرا جزيلا دكتور محمد عامل عفيفي استاذ الكبد والجهاز الهضمي والامراض المعضية بطب الأزهار شكرا جزيلا دكتور شكرا لك والأستاذ المشاهدين عزيز المشاهدين نخرج فاصل ونرجع تانية استكمل باكة فقراتنا وهنبقى الفقرة التانية مع دكتور أمجاد هزاعة